ولاحظ كلمة يسمع على فكرة هذه الكلمة لها بعد روحي وعمق ومفهوم روحي ولسيما بالنسبة لليهود وتأتي كلمة أو شهرة هذه الكلمة من سفر التثنية صح 6 والآية 4 والآية تقول إسمع يا إسرائيل الرب إلى هنا رب واحد وعندما سئل يسوع المسيح وأيضا شدد على هذه الآية شدد عليها فبالنسبة لليهود كانت تعتبر الشهادة فينبغي أن ينطق بهذه الشهادة يوميا وكل يهودي بيحط على الباب طبعا حاجة بيسموها المززا وهي يعني بيحطوا فيها آيات من سفر التثنية اللي بتتكلم وبذكر كل شخص نفسه بأهمية السمع اسمع يا إسرائيل الرب إلى هنا رب واحد فهذه الكلمة تتكرر في حياة اليهود بشكل يومي ويرددها أيضا بشكل مستمر ولكن لاحظ يسوع المسيح أعطى إعلان جديد وتفسير روحي عميق كما قال في العزة في عزة تعالى الجبل عدة مرات ماذا قال يسوع المسيح؟ قال يسوع المسيح قد سمعتم أنه قيل للقدماء وأما أنا لاحظ السلطان الإلهي وأما أنا فأقول لكم وأما أنا يسوع بيتكلم كالله كالحكم كالديان كالملك وأما أنا فأقول لكم سلطان إلهي عجيب فائق متفوق بمصداقية وشرعية إلهية ولكن لاحظ مع أنه قال يعني قد سمعتم أنه قيل وأما أنا فأقول لكم ولكن هنا يختتم الأقوال فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل فلاحظ هنا كل من يسمع بيتكلم عن السمع ويعمل بها والسمع هنا أحباء شمعاه في الكلمة أو اللغة العبرية السمع تعني الطاعة والعمل طبعا هنا بيقدم مقارنة بين الرجل العاقل وبين الرجل الجاهل بين الحكمة في القرار وبين الجهل الذي يقود إلى الضمار وطبعا إذا منرجع لسفر التثنية إصحاح 30 النبي موسى طبعا بيتكلم يعني من الوحي المقدس يقول قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك من بعدك موسيقى موسيقى موسيقى